وينضم لنا الآن من عمنا الكاتب والباحث السياسي حمد فرعنا لنبكا ومعنا وسادة حمد سادة حمد إذا ردنا الحديث اليوم السادس عشر لهذا القصف وهذه الإبادة الجماعية لسكان غزة ولازال الاحتلال حتى اليوم يتحدث عن تصفية كل من هو في الشمال ويجب التوجه إلى الجنوب وأن حتى المساعدات لن تصل إلى من هم في الشمال الوضع كارثي جدا في غزة ولازال العالم يدين فقط ويتفرج أستاذ حمد ما المطلوب اليوم فعلا لإنقاذ غزة أو ما تبقى من غزة نعم أولا واضح أن خيارات المستعمر الإسرائيلية بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين لتقديم رشوة ولتقديم فاتورة للمجتمع الإسرائيلي تقول أننا قتل منا كذا في سبعة أكتوبر سبعة تشرين أول وهنا نحن ردينا الصاع صاعين وبالتالي هذه رشوة تقدم للمجتمع الإسرائيلي هذا رقم واحد رقم اثنين أن الفريق الحاكم لدى المستعمر الإسرائيلية فريق متطرف مكون من الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة وبالتالي هذا التنوع في الإجرام وفي القتل وفي المس بالمدنيين بشكل خاص بالدمار بالخراب وبنسف البيوت بدون أي انذارات مسبقة الحقيقة هم يريدون توجيه أكبر أذى ممكن للفلسطينيين هذا رقم واحد رقم اثنين من أجل ترحيل هؤلاء دفعهم نحو الرحيل حاولوا في قطاع غزة ولكن الموقف المصري الواضح الذي صد هذه المحاولات مدعوما بالموقف الأردني وبالتالي صلابة الناس في تحمل كل المآسي والمجازر والأسى والجوع والقهر الحقيقة لهذا الوقت قطعوا الطريق على المشروع الإسرائيلي طبعا هم يريدون تنفيذ هذا المشروع كسيناريو في قطاع غزة ونقل هذا السيناريو إلى القدس والضفة الفلسطينية من هنا الأردن اتخذ قرار واضح شجاع برفض هذه المحاولات وبالإسناد الموقف المصري برفض عمليات التهجير وبالتالي هناك التنسيق والتفاهم الأردني المصري بهذا الاتجاه لأنهم يريدون مرة أخرى رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين أنتم تعرفون أنه في عام 1948 رموا القضية الفلسطينية على الحض اللبناني والسوري والأردني وبقيت كذلك حتى استطاع الرئيس الراحل ياسع عرفات اعتمادا عن نتاج الانتفاضة الأولى إعادة الموضوع الفلسطيني والعنوان الفلسطيني والفعل الفلسطيني داخل فلسطين على الأرض الفلسطينية بأدوات فلسطينية في مواجهة عدو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لا يوجد له الاعدو واحد فقط هو الذي يحتل أرضه ويصادر حقوقه وينتهي كرامته هذا الفريق الحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية يريد مرة أخرى رمي الموضوع الفلسطيني خارج فلسطين لأنهم يتمسكون يؤمنون يعملون من أجل تحقيق غرضين الأول أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية وأن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية ليست عربية ليست محتلة بل هي يهودة والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية وهذا ما يفسر حدة المواجهة والقتل والدمار والخراب من قبل المستعمرة الإسرائيلية لكن مع الأسف استمرارية هذا العنف نعم استمرارية هذا العنف الإسرائيلي تفضل لو تريد أن تكمل الفكرة تفضل نعم استمرارية هذا العنف الإسرائيلي الحقيقة كما قلت هو يعكس هذه الرؤية يعكس هذه القناعة يعكس هذا البرنامج وبالتالي لا يوجد خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى مواجهة هذا البرنامج الإسرائيلي المتطرف طبعا هذا الشعب الذي يخوض معارك ويستبسل ويقدم التضحيات بحاجة للروافع والحقيقة أن الروافع ما زالت معنوية سياسية بعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب بعقد في القاهرة وعقد اجتماع وزراء خارجية البلدان الإسلامية في جدة الاتحاد البرلماني العربي في بغداد وأيضا مبادرة الرئيس المصري في عقد قمة القاهرة القمة الدولية ولكن يجب أن نتذكر جيدا ومن المهم أن مؤتمر عمان الذي كان يفترض أن يُعقد في عمان بالقمة الرباعية الثلاثة العرب الأردن وفلسطين ومصر مع الرئيس الأمريكي هذا المؤتمر فشل لأن المطالب الأطراف العربية الثلاثة كانت تطالب أولا بوقف إطلاق النار ثانيا بفتح البوابات لتقديم المساعدات الغذائية والعلاجية وثالثا أن يكون هناك فتح لطاولة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية وصولا إلى ما يسمى حل الدولتين ولكن الرئيس الأمريكي يجب أن يكون واضح أن الرئيس الأمريكي رفضوا المسألتين رفضوا وقف إطلاق النار ورفضوا طرح الموضوع على المستوى السياسي وفقط وافق الرئيس الأمريكي على فتح بوابات المساعدات وهكذا حصل ومن هنا اتخذت فلسطين والأردن ومصر قرارا برفض القمة مع الرئيس الأمريكي لأنه مع الأسف بكل مرارة يشكل غطاءا للمستعمرة الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر